سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاتثمار الأجنبية والمثثمرين الأفراد المصريين والعرب فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية نحو البيع وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 93 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.124 لليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل الملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه